فيُسنُّ للمسلم ويُستحبُّ له استِحبابًا شديدًا مُؤكَّدًا أن يُكتِرَ من الصيام في شعبان وذلك لأمورٍ ثلاثةٍ عظام يكفِي الواحد منها ليجعل المسلم مُقبِلًا على الصيام في شعبان أما أولُها فالاقتِداءُ بسيِّدنا ونبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وما أعظمَه من شرف وما أعظمَها من لذَّة وما أعظمَها من حلاوةٍ يجِدُها المُسلمُ في قلبِه إذا استشعر أنه يعملُ عملًا عامل به محمدٌ صلى الله عليه وسلم وقد أخبرت أمُّنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومُ من شهرٍ أكثر منه في شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثرُ الصيام في شعبان وأما ثانيها فهو أن شهر شعبان شهرٌ يغفُلُ الناس عنه لأنه يقعُ بين شهر رجب وهو من الأشهر الحُرُم وبين شهر رمضان وهو شهرُ الصيام والعبادةُ وقتَ الغفلَة يزدادُ أجرُها ويعظُمُ فضلُها ولذلك يا عبد الله إذا رأيتَ الناس من الغافلين فكن من العابدين وأما ثالثُها فهو أن شهر شعبان تُرفعُ فيه أعمالُ العباد إلى رب العالمين والأفضلُ للمسلم أن يُرفعَ عملُه إلى ربه وهو صائم سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه فقال يا رسول الله لم أركَ تصومُ من الشهور شهرًا كما تصومُ من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهرٌ يغفُلُ الناسُ عنه بين رجب ورمضان وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى الله رب العالمين فأُحِبُّ أن تُرفَعَ أعمالي وأنا صائم